احنا عارفين كويس ان الفولتاميتر بيتوصل وان الاميتر بيتوصل وبالتالي اختار C في الحالة دي لما الترمنال بولتاج اللي بتصل على الباتري اهت اهت اري كام لو عندي باتري نتوصل عليها الفولتاميتر الفولتاميتر بيقيس الفي ترمنال اللي هي كانت فلو الانترنال ريزيستنس لها قيمة هقول انها تبقى لزيان ايه لان الباتري هتقل شوية لو ار لو قال ان الانترنال ريزيستنس نجليكتد ساعتها الفي هي هي الفي بي كنت هاختار ايه السؤال هنا مش موضح بالزبط ان هي حالة فيهم بس في الحالة الطبيعية كنت باختار لزيان انه ده طبيعي لكن لازم يقول هي فيها انترنال ريزيستنس ولا لا عشان احدد السؤال ايه بشكل دقيق when a resistor 2 ohm is connected across the terminal of the cell هادي الرزيستنس الاولى لما وصلتها بباتري كان الكارنت انتنس دي بـ 0.5 امبير ولما الرزيستنس دي زادت لـ 5 يعني الـ R خليتها R2 كتا 5 امبير 5 اوم الانترنال رزيستنس بقت 0.25 امبير اللي هي I2 عايز اجيب الـ VB او الالكتروموتفورس هبدأ منين من فكرة ان الـ VB في الحالة الاولى هي نفس الـ VB في الحالة التانية وما نفس البطارية طيب حسب اومزلو الـ VB كانت ايكل ايه I2R بلس R طبعا هنا 1 وهي هي I2R بس هنا 2 ليه انا عملت كده عشان اجيب الانترنال رزيستنس ما هم قالش اه ما قالش بس طالما عايز الـ VB لو كانت الـ VB ما فيهاش انترنال رزيستنس كنت لما عملت R1 فI1 كانت دي نفس قيمة R2 في I2 لان الـ VB سابتة وعشان اللي اتنين مختلفين يبقى فيه انترنال رزيستنس طب اجيبها ازاي هل جاء للخطوة دي I1 بـ 0.5 times الر الاولى بـ 2 بس R الـ I التانية بـ 0.25 times 5 plus R هعمل shift solve فهلاقي ان الانترنال رزيستنس بـ 1 اوم بس انا مش عايز الانترنال انا عايز الـ VB ممكن استخدم I1 فR1 plus R يعني 0.5 في 2 plus 1 فتبقى 1.5 بول على فكرة ممكن استخدم برضو I2 فR2 plus R هتديني نفس القيمة واحد من الاسئلة المهمة in the opposite electric circuit if the resistance of each bulb is 2R لو دي بـ 2R و دي بـ 2R الفولتميتر هيقرى كامل اولا الفولتميتر ده بيقرى الـ V out والـ V out كنتعبارة عن ايه VB minus I فR طب انا مش معايا الـ I بكامل تعالوا نجيب الـ I هنجيبها منين الـ I equal VB على الـ R equivalent plus R طب يبقى ايقوى الـ VB هي واحدة VB هي طب والارات كلها دي 2R و 2R يبقى 4 و دي واحدة كمان يبقى 5R يبقى الـ I بتساوي ايه VB على 5R هنحط الكلام ده هنا يبقى الـ V equal VB minus VB على 5R فR هنا هكانسل الـ R مع الـ R فيبقى VB minus VB over 5 طبعاً لو عملتها الكالكليتر كأنها 1 minus 1 over 5 أو 5 minus 5 5 5 5 على 1 minus 5 فتبقى 4 over 5 VB طبعاً عشان ناس اللي بتطلغبط ممكن نعمل على الكالكليتر 1 minus 1 over 5 فتطلع 4 over 5 V طب the voltmeter reading when the filament of fun of the pulps burn it out لو واحدة من دولة حرقت يبقى كأنه open switch وفي الحالة دي الـ V هتبقى أدي الـ VB ليه؟ لأن الـ I بزيرو ولما الـ I تبقى بزيرو الـ V terminal هتساوي الـ VB a battery is connected in the resistor 1.9 ohm هتي الـ R the current flowing 0.5 هتي الـ I يبقى R1 وI1 when the resistor replaced by another وهتي R2 فالـ current الـ I2 بقى الرقم ده عايزي ليه؟ ما يفر نفس الفكرة اللي عملناها قبل كده هكتب الخطوات وإنتوا تكلموا حال الله يا شباب VB1 قد VB2 يبقى I1 R1 plus R equal I2 R2 plus R وحط I1 وR1 وI2 وR2 واجيب R small وبعد كده عود واجيب الـ VB إن ده شون electric circuit if the variable resistance S is increased لو الـ resistance دي زادت إلا هيحصل لقرية البولتاميتر V1 وV2 بصوا جماعة لو الـ resistance بتاعت الـ variable resistance زادت ده معناها لما الـ variable resistance زيد فالـ R2 تل السركة هتزيد وبالتالي الـ I هتقل لأن الـ I والـ R inverse نجيب قال إيه لفولتاميتر 1 وفولتاميتر 2 فولتاميتر 1 بيقرأ إيه فولتاميتر 1 بيقرأ في S plus R اللي هي القرارات كلها طب الـ R زادت والـ I قالت قلتلك لما تخش خناقة ما بين الـ R وبين الـ I الـ R تكسب يبقى لو الـ R زادت الـ V هتزيد طب و V2 V2 عبارة عن الـ V terminal لو VB minus I فR الـ R constant والـ VB constant فالـ I لك لأ الطرفين دول بتاع فولتاميتر 2 هما هما الطرفين دول بتاع فولتاميتر 1 لأن ما بينهم مفيش حاجة موجودة عشان تتغير أي قيمة إذن V1 إرأيته هي نفسها V2 بالتالي أي تغيير هيحصل مش هيأثر لأنه يبقى ديك النتج بتاع V1 what is the least number identical electric resistor each of 6 ohm أنا هنا عايز number يا شباب والresistance الواحدة ب6 ohm DL R to be connected between the two points X Y in the opposite electric circuit to latent electric current of intensity 1.5 ampere path through the battery أولا هو مديني current أهو ب1.5 مديني الباتري ب12 ومديني الانترن resistance أروح لأومز low for closed circuit I equal A VB على R plus R طب I بكام I ب1.5 equal VB بكام 12 على المفروض R اللي ما بين X وY ومعاها 5 اللي هي دي ومعاها 1 ونشوف R دي هتطلع بكام بالشف تصل يبقى R ما بين X وY equal 12 على 1.5 minus 6 وتطلع بكام 2 يبقى المفروض هنا نحط resistance 2 أوم لكن هو قال لي لأ قال أنا هتدي لك resistance ب6 أوم تركب هنا كام واحدة عشان من 6 أوم عشان تديك 2 أولا أنا مش هركبهم سيرس أنا هكلم بارير لأن الواحدة ب6 طب لو الواحدة ب6 أركب كام واحدة تعطي بعض عشان يطلع الناتج 2 هكيد هركب 3 عرفت منين يا مستر ال-R في ال-Equivalent في ال-Parallel بتسوي R على N إنت عايزهم كلهم يطلع ب2 والواحدة ب6 يبقى ال-N بكام نعمل يبقى ال-N 6 over 2 يعني 3 ده معناها ان انا هركب 3 resistors in parallel لو ركب هنا 6 3 6 ohm in parallel يطلع الناتج بتاعهم فعلا 2 وده اللي يزبط شروط السيركت اللي عن in the opposite electric circuit if the reading of voltmeter 6 volt لو voltmeter ده بيقره 6 volt the resistance of R equal طيب هو 6 volt ده بيقره ايه بيقره الجزء ده اللي هو عبارة عن voltmeter voltage هنا يعني المفروض ان voltmeter هيقرأ ايه V B minus I R plus R طيب ال V بكام انت قلت ليه ال V ب6 ال V ب12 minus ال I مش معايا بس الارات اللي عندي 5 1 يبقى اذا لما تروح ال 12 بال minus يبقى negative 6 بتساوي negative 6 I يبقى دي تروح مع دي يبقى ال I بكام ب1 ampere كده جبت الكرنت يبقى الكرنت اللي طالع من هنا 1 ampere وهو اللي هيكمل في دول طيب ال 4 بكام طيب ما برضو الجزء ده اللي هو هنا voltage بتاع 6 ال voltmeter من ناحية التانية بيقرى ال I في R total الفولتامتر area 6 وال current 1 وال R total اللي اتنين دول series يعني 2 R يبقى لما تروح بالdivided يبقى ال R الوحدة 6 over 2 يعني 3 ohm يبقى قيمة R cam 3 ohm هنا انا عندي بطريتين متوصلين عكس بعض لما بوصل البطريات عكس بعض يعني negative مع negative أو positive مع positive voltage total بيجيب الماينس باخد V كبيرة minus V الصغيرة فهي 24 minus 12 يبقى 12 volt وكأن دول بطارية واحدة 12 volt والcurrent بيمشي مع الاكبر في الdirection ده عايز يعرف لو 2 ohm resistor الباور بتاع 23 32 واط يبقى الار بكام طيب انت مديني هنا الresistance مديني الpower اقدر اجيب انا ايه اقدر اجيب الكرن ليه الpower equal i square فار يبقى ال i equal root power على r يعني root 32 على 2 فتبقى root 16 فتبقى 4 ampere يبقى الcurrent ب4 a ampere اقدر بقى جيب الانترنل اه طبعا منين المفروض ان ال i equal vb على r plus r طيب ال i جيب تاب كام 4 ال vb total ما عمل طبعا minus 12 على 2 plus دول بقى كام r 2 r ثم نحسبها ونعمل shift solve تطلع معايا internal resistance 0.5 ohm 4 lamps r of each 6 ohm connected in parallel وانا عندي 4 lamps كلهم connected parallel وحنا عارفين ان اللامب air resistance الر هنا بتاعد كل واحدة ب6 وال n ب4 يبقى الر الparallel r على n 6 على 4 يعني 3 over 2 يبقى الر total بكام 3 over 2 طب عايز ال current لو الباتري ب12 يبقى i v b على r 12 على 3 over 2 تبقى 24 على 3 تبقى 8 طب ال current in each lamp ال i للامب الوحدة هتساوي v على r واحدة منه يعني 12 على 6 تبقى 2 ampere طب عايز voltage لكل lamp voltage لكل lamp هو نفسه v b لانهم parallel يعني 6 volt يعني 12 volt total charge leaving the battery q q equal i for t i total 80 10 seconds 80 coulomb if the four lamps are connected in series لو 3 بس 4 بس توصل series يبقى r equivalent دول 6 4 24 ohm in the electric circuit shown in the figure if the reading of a meter when the switch k is opened is 1.5 ampere يبقى انا معايا i the reading of the voltmeter when the switch case closed type وهو opened كان 1.5 وهو closed لازم الاول اشوف r total بكام ايه القانون بتاعي اوم زلوف الكروز circuit ال i equal vb على r total plus r طب ال i بكام 1.5 equal vb 12 على r plus 5 plus 1 shift solve هتطلع ال r بتاعتي بكام 2 اوم اذا ال r دي بكام 2 اوم طب لو قفلت اللي switch الكرن اللي هيمش يا شباب هيمش في d closed short circuit فمش هيمش هنا هات بقى هات بقى الفولتاميتر لازم اجيب ال i الجديدة لما شلت دي تبقى vb على r plus r دي i 2 ال vb 12 سبتة ال r 2 ووحدة صغيرة يبقى 12 على سري فتبقى كام 4 امبير طيب الفولتاميتر بقى vb رأيه i ف r i b 2 و r 4 فتبقى 8 full the following graph represent the relation between the potential difference across the terminal of battery and the current d ohms low for closed circuit بيقول لي ايه السلوب بتاع الجراف احنا عارفين السلوب بتاع الجراف هو internal resistance اللي هو r طيب a quantity y y يا جماعة مش هنا y المفروض تبقى هنا ف y دي بتعبر عن ايه عن الالكتروموتفورس بتاعة الباتري او ال b لو خد نبقى نفس السؤال بس بارقام هنا نفس الفكرة وعايز من الجراف عايز الالكتروموتفورس دايما الالكتروموتفورس بتبقى الرقم ده اللي هو ال b بي فده بتو طب ال اجيب اللي سلوب لما يبقى الخط بادئ من الاول واصل للاخر اعمل الاتنين دول ديفايد وريح دماغا اللي سلوب اللي بنيجاتف r 2 على 4 بالنيجاتف فيبقى كام نيجاتف هاف يبقى الر اكوال ايه هاف او 0.5 اوم and 11 رزيستور دي الر it's thermal connected to a battery of a current 60.6 ampere ادي i لو الرزيستور replaced باناظر وان ادي r2 وال current امتنى استيزاد ال i2 عايز الالكتروموتف فورس هزن احنا قلنا الفكرة دي كذا مرة الفكرة ان vb1 ادي vb2 يبقى i1 فr1 plus r equal i2 فr2 plus r انا عايز بقى الر small d ف i1 معايا بكام ب0.6 r1 ب11 plus r وهنا i2 ب1.5 4 plus r بالشفت solve اجيب الر بكام ثم اجيب vb من اي وحدة i فr1 plus r دي دي اوبز الدياجرام عايز الانترن رزيستنس واللكترموتف فورس نبدأ باللكترموتف فورس لانها الرقم اللي فوق اللي هو 6 طب والانترن رزيستنس اخذ الرقم ده على ده 6 over 8 يعني 0.75 اوم اف زي ما اف فا باور سورس والانترن رزيستنس از ار اكوال ايد فولت دي vb ولها انترن رزيستنس يبقى البوتنشال ديفرنس ما بين الترمين هنا انت قلتلي ان في انترن رزيستنس وطالما في انترن رزيستنس لها فاليو يبقى في v دروب او في عندي vn وساعتها vb هتبقى دايما اكبر من v ترمين عشان كده لما جي اقرأ v ترمين هتبقى لز زن 8 ا باتري اف هو س ترمين الفولتج اس 6 فولت ادي الفي متوصلة ب رزيستنس 2 ده فولتج دروب اكروز 2 اس 4 يبقى ده الفولتج اللي على الريزيستنس عايز الانترن الريزيستنس طيب ايه المشكلة الفي بي اكوال i فار بلاس r فالفي بي بكام الفي بي ب6 طيب الاي مش معايا ما انا مديك الار والفي عشان تيب الاي بي على r فور على 2 يبقى 2 يبقى تحط هنا 2 والار الكبيرة ب2 بلاس r فتطلع الار equal 1 اوم a battery of اكتروموتف فورس البي بتاعي ب80 فولت connected to two identical electric bulbs متوصلين بلمبتين اللي اتنين زي بعض متوصلين باراليل طيب انا عندي يا جماعة لام ولام بتانية واللي اتنين متوصلين ايه ببعض باراليل ومتوصلين بباتري الفي بي بتاع الباتري بايتين لكن البوتنشال ديفرنس على الباتري لما وصلت بولتاميتر ارى 16.5 بولت وده كأنه الفي ترمنال كده احنا عرفتنا الفي ترمنال وبيقول لي ان البر كونسومد في كل بطارية 16.5 وار عايز بقى عايز الار سمول طب عشان اجيب الار سمول عايز اجيب الا ا بتاعة اللام بمنين معايا الباور انا عارف ان الباور في الباراليل v سكوير على r يبقى p سكوير على power الفول 16.5 سكوير على الباور اللي برضو 16.5 تطلع اللام بالواحدة بكام 16.5 اوم يبقى كل الريزيستنس من دول ب16.5 اوم عايزين بقى نجيب الاي الاي ايقوال ايه بي بي على ار بلس ار وما انا مش معايا الايقوال الصغيرة يبقى مش هستخدم دي هستخدم التانية ان الاي ايقوال بي على ار البي بتاع اللام هو نفسي بالباتري اللي هي 16.5 والار بكام الار اكويفلانت مش الار الوحد الار للتنين دول ان هما بارالل الار الوحدة ب16.5 وما انه هما اللي اتنين بارالل لبعض يبقى 16.5 اوبرتوه عشان هما لمبتين يبقى الار الوحدة بكام ب8.25 يبقى هتبقى الاي الفي بتاعة اللامبة الوحدة اللي هي 16.5 على الار اكويفلانت اللي هما الاتنين 8.25 يطلع الكارنتي بتو امبير دلوقتي بس ممكن اعوض هنا واجيب الار سمول ازاي بصوا معاي الاي بتو البي بي بتاع البطارية الحقيقي 80 فولت على الار الار بكام بقى قلنا ب 8.25 بلس اي او هتطلع الار سمول هتطلع ب 0.75 وما نوبر نوانتين ان ده شون الاكتريك سيركت اذا فولتاميتر ريدنج اكوال زيرو لو الفولتاميتر ده اري زيرو يبقى الريزيستنس بكام طالما ده اري زيرو معناها ان الكارنت اللي طلع بزيرو ده طبيعي علشان اللي اتنين دول قد بعض ومع بعض فطبعا معناه كده ان الفولتاميتر ده اري زيرو معناها ان الاي اللي كانت طلعه بزيرو اسيل اف ام اف في فولد لها انترن رزيستنس ار او مسكنيكتد اكروسان اكسترن رزيستنس 5R يعني الباتاري البولتاج بتاعها اسمه في لها رسمول بر متوصلة بر خارجية الار الخارجية ب5R يبقى الترن الفولتاج طيب طيب انا عندي انا عندي الـ او 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 المفروض ان الـ او 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 عبارة عن ايه الـ او 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 بقى لانها نفس الـ اللي هتمشي في الكل يبقى كاينها 6 IFR minus IFR يبقى كام 5 IFR IFR دي اللي يال VN يبقى لو انا عايز الـ V Terminal تبقى 5 على 6 V اللي يتوامين V A battery of 12V is connected 12V باتري بقى دي VB connected to two bulbs where each bulb is parallel so the potential difference between the terminal برضو نفس الفكرة انا عندي برضو two lamps واللي اتنين parallel لبعض متوصلين ببعض parallel ومتوصلين بباتري الـ V باتري الـ V بتاع الباتري بكام ب12V اما لو حطيت voltameter اي اس ال V Terminal 10.8V والباور لكل لامب 12W هو عايز يجيب الـ internal resistance فهجيب الـ R لكل لامب زي ما عملنا قبل كده الـ R لامب equal V square على power فتبقى 12 square على بتبقى 10.8 square على 12 بعد كده بعد ما يجيب الـ R هجيب الـ I عن طريق الـ V بتاع الباتري الـ V out على الـ R equivalent الـ V out اللي هي 10.8 على R equivalent اللي هتطلع من دول هي تلعت 9.72 هعمل 9.72 over 2 عشان هما parallel تطلع معايا 90 20 over 9 أمبير عايز بقى جيب الـ internal resistance اخب بقى فكرة ان الـ V terminal equal V minus I ف R الـ V terminal لي 10.2 الـ V بكام 12 وال I 20 over 9 في R وهنا في minus واعمل shift صل وتطلع معايا بكام 0.54 اوم انا هنا عايز قيمة R طيب هبدأ منين هجيب الاول I معايا والV معايا هجيب R equivalent R equivalent V على I فتبقى 120 على 5 تطلع كام 24 اوم طيب هشيل الـ 8 عشو نعرف البقية كام يبقى R البراليل 24 minus 8 تطلع كام 16 اوم يبقى المفروض ان الاتنين دول يا شباب 16 اوم يبقى R البراليل هتساوي R times 80 على R plus 80 اللي بتساوي كام اللي بتساوي 16 الشفت صل الـ R هتطلع 20 اوم عايز اعرف ال-R1 وال-R2 كام اولا مبدئيا نازم نعرف ان البطاريات تندر متوصلين عكس بعض دي نيجاتيب ودي نيجاتيب ودي بوزيتيب ودي بوزيتيب فالتوتال فولتج هنا هو الفرق ما بينهم VB1 minus VB2 يعني 12 minus 6 equal 6 اذا الفولتج التوتل من هنا الهنا 6 و هو نفسه من هنا الهنا لان الاتنين دول هما V out يبقى V out هنا بكام V out هنا 6 فول طب معايا V ومعايا I معايا R اجيب I I equal V over R V 6 minus بقى 9.6 minus 12 equal negative 6 R1 يبقى الهنا equal كام R1 هتطلع معايا نفس الكلام هاكرره V2 بس V2 هتبقى VB plus IFR2 فهنا هتبقى 7.2 equal 6 plus Li 6 واجيب R2 2 in the opposite circuit to reduce the ammeter reading of a resistor of 11 ohm could be placed instead of the resistor of لو انا عايز اقلل in the shown electric circuit the ammeter readings equal كام الكارنط طبعا طالع من هنا عشان دي positive ودي negative فالكارنط اللي طالع من هنا هو I total الكارنط ده شباب هيتقسم في left و right branches اللي فوق resistance في البرانش ده 12 ohm طب وهنا كارنط هيمشي في 3 و 9 series يعني اللي 2 بتولف يبقى فوق 12 وتحت 12 يبقى الكارنط اللي طالع هيتقسم نصين نص فوق ونص ايه تحت بالتالي الامmeter هيقرأ نص الكارنط اللي ماشي فوق from the illustrated circuit the potential difference through 4 ohm عايز الpotential هنا لو في هنا voltmeter هيقرأ كامل انا معي الاي والار فالفولتج هنا ب4 volt اللي هي i فى r طيب وكذلك تحت برضو الفولتج ب4 volt يبقى الكارنط اللي ماشي هنا كام 4 ampere عشان برضو الفولتج ب4 volt 2 ampere وال4 ampere هيتجمعه هنا عشان يبقى الكارنط اللي داخل بالبرانش ده 6 ampere يبقى انا لو عايز الفولتج هعمل 6x4 يبقى 24 volt يبقى الفولتج كام 24 the circuit in the figure shows 9 volt supplies connected across 3 resistors in series what is the potential difference across the 3 ohm resistor او عايز الpotential difference في 3 ohm resistor طيب اولا اولا هجيب الر equivalent اللي هي هتبقى هما series فعمل 2 plus 3 plus 5 تبقى 10 بعد كده اجيب الاي الاي هيبقى V over r فتبقى 9 over 10 فتبقى 0.9 ampere بعد كده هو عايز ايه هو عايز الفولتج في 3 يبقى الاي في الار الاي اللي ب 0.9 والار في 3 فتبقى كام 2.7 volt number 28 in the opposite electric circuit if the potential of the galvanometer settled at 0 الgalvanometer هو نفسه الامتر يعني الاتنين واحد الاتنين بيقصوا current هو بيقولي لو كان ال current هنا بZero عايز reading of a meter طيب مبدئيا عشان تبقى عارفين طالما ال current بZero معنى دل الاتنين دول same potential يعني ايه يعني الفولتج فوق الد الفولتج تحت وإحنا عارفين ده علشان هما الاتنين parallel طب ازاي قدر اجيب reading of a meter هنمسك الجزء الاول دكت انا عارف ان دول parallel فلو ال current اللي طالع من هنا اسمه i هيتقسم فوق i1 وتحت i2 يعني i1 time 3 اللي هي i4 فوق equal i2 time 6 عشان هما same فولتج طيب تعال نعمل ريشو هنودي دي هنا يبقى i1 over i2 equal 6 over 3 يبقى 2 over 1 ده i1 على i2 ناخد نفس الكلام بس كل ده وكل ده اللي اتنين برضو دول parallel لبعض يبقى i1 times 3 plus 9 اللي هما دول عشان دول series equal i2 times 6 plus r برضو عشان دول series طب وبعدين ودي ده هنا بال divided وده هنا بال divided فتبقى i1 على i2 equal 6 plus r over 3 plus 9 وبعدين i1 على i2 اهم 2 over 1 طبعا الكلام ده equal 2 over 1 كده اقدر احسب مين الر هتطلع الر بكام هتطلع الر equal 18 كده اقدر اجيب ال i total ازاي ال i equal vb على r plus r ال vb بكام 20 ال الاراض الفرع ده اللي فوق بكام 12 واللي تحت 24 لما عمل 12 و 24 parallel 12 by 24 على 12 plus 24 فتطلع 8 يبقى هنا r equivalent ب 8 plus 2 اللي هي ال internal يعني تبقى 20 over 10 يعني يطلع الكارنت 2 ampere in the opposite electric circuit where the switch is closed then the reading of the pontimeter and the meter is الاول كان الكارنت بيطلع من الباتاري يمشي في دول فقط فكان الر total هي r1 plus r2 او لما اعمل closing لل switch الكارنت هيخش جزء هنا وجزء هنا فبقت الر total r1 plus product عصم ل r2 3 لان هما بقوا parallel واحنا عارفين ان في parallel r decreases اذا لما قفلت ال switch حصل ايه الر total قلت وبالتالي الكارنت لازم يزيد لان هما inversely proportional يبقى ما بدين ال ammeter increases فانا هكانس دول تعال بقى لل voltmeter ال voltmeter ده بيقرى ايه بيقرى ال voltage ما بين هنا وهنا طب ال voltage هيساوي ايه اقولنا طالما لما بنخش في اخناق ما بين i وال r ال r تكسب فلما ال r تبقى اقلت وهي الاكتر تأثيرا يبقى البية كمان هتقل وبالتالي هاختر مين v ان الفولتمeter reading decreases والcurrent increases and the circuit shown in the figure the supply voltage is 24 volt ادي ال v بتاع الباتري ب24 volt عايز يعرف ال ammeter reading اجيب ال r total طبعا دول parallel ب2 وكل series يبقى ال r equivalent هنا ب6 يبقى ال i v على r يبقى 24 over 6 تطلع كام 4 امبير in the following figure the reading of ammeter ال ammeter طبعا ال current اللي هطلع الشباب من هنا ده البوست في النهاية بميجي هنا هيلقي عندي closed or short circuit مش يمشي في 5 بالتالي هيمشي بس في 3 يبقى ال i هنا v على r v ل 6 و r 3 بس تبقى 2 amperes هنا برضو if neglecting the internal resistance of the battery the ratio between the math of the battery and the intensity ايه اللي انت عايزه عايز ال ratio ما بين vb وال i مش vb وال i دي اللي هي r ايوة اذا انا عايز مين هنا r equivalent طبعا ال current لما يطلع ويمشي هنا دول ال 2 parallel لان ال current هيتقسم يبقى r equivalent عبارة عن 2 plus 15 by 10 على 15 plus 10 تطلع كام 6 يبقى 2 plus 6 يطلع 8 ohm 33 هنا بيقول the opposite diagram represents a closed electric circuit so which of the following figure represent the component x هو قال لي مين اللي ينفع يبقى x هنا علشان يبقى voltage بتاع voltmeter 4 volt عشان ده يبقى 4 volt يبقى لازم voltage هنا باقي 20 لان internal بزيرو تبقى 16 volt طيب لو دي 16 volt وده 4 volt يطرى resistance اللي تتحط ولا battery اولا علشان نحط battery لو انا حطيت battery دي عشان نناقش مع بعض هنا كده فال positive مع negative يعني معناها ان voltage هيزيد فبدل ما يبقى يبقى 36 وده استحالة لان انا اساسا عايز 4 ويتقسب هنا 16 طيب لو حطيت الباتاري العكس هيبقى voltage اللي طالع باقي 16 مش هيبقى 4 تاني عشان الناس تفهم كده بالراحة انا عايز اجدوز اداب 4 volt فانا لو حطيت هنا battery 16 60 volt 16 دول هيتعمل plus 20 فالvoltage هنا يبقى 36 لان الباتاريتين هيدو الresistence اذا ده مش هينفع طب لو حطيت الباتاري العكس يعني لو حطيت بتاري هنا 4 فور ساعت هنعمل الفور minus 20 عشان هي عكسها في الpolarity البوستر مع البوستر هيقلله الفولتج فيبقى الناتج 16 volt وانا عايز هنا 4 فبقى برضو مش هينفع اي battery من الاتنين دول طيب حط resistance بR ولا 4 R اكيد R مش هتنفع وإلا كانت بيت هي كمان 4 لكن لو حطيت يبقى الفور R اكيد هيبقى 4 by 4 كام 16 يبقى الكمبوننت الوحيد اللي ينفع احطه جنب R ويبقى لي voltage يخلي الار دي 4 volt بس هي 4 R علشان 20 تتقسم 4 volt لل R و 16 volt لل 4 R فيبقى مجموعهم add battery 20 a metal wire of lens 30 meter add lens 30 meter and the cross section area 0.3 by 10 power negative 4 and the metal resistivity 5 by 10 power negative 7 هنا في negative is connected to a resistor of 8.5 meter it was solid series by resistance 8.5 ohm and a battery وفي battery ال VB بتاعي 18 volt وال internal resistance 1 ohm يبقى current بكام طيب انا عندي resistance already موجودة بس عندي lens و area resistivity ودول يجيبوا resistance تاني يبقى الاول هجيب ال wire اللي انا حطيت واللي اعتبرها R ايه R 1 هتبقى resistivity في الانس على area يعني equal 5 by 10 power negative 7 times 30 على 0.3 by 10 power negative 4 تطلع ب half ohm اخب بقى R total اللي هي تبقى R 1 و R 2 اللي R wire وال R التانية فتبقى 0.5 plus 8.5 تطلع 9 ohm لو انا بقى عايز ال i هروح ل ohms lower close circuit vb على r plus r vb 18 وال r equivalent 9 plus 1 فتبقى 18 over 10 تبقى 1.8 ampere the current conductor yz عايز current اللي هيمشي هنا طيب current total بسري current total لما ايجي هنا هيتقسم بين tool 1 ون لما بنعوز the i branch زي 1 ohm باخد r opposite اللي قدامها على r 1 plus r 2 في the i total طيب opposite اللي دي مين 2 يبقى 2 على 1 plus 2 by 3 فتطلع كام 2 ampere او logic التلاتة دول هيتقسم inverse resistance اللي بتو تاخد 1 ampere والresistance اللي بتو تاخد 2 ampere عشان هم معك 7 36 مديني battery وبولي ان current اللي داخل هنا 1.2 ampere ده the i total هو هو اللي خارج برضو من الباتري 1.2 ampere current 1.2 when the slider is adjusted at the beginning of the restate فاول الريستات كان current بكام الاول i1 كانت ب0.6 لما كان اللي موجود عندي الR بس لان الvarious resistance ب0 معناها ايه at the beginning ان الR variable لسه ب0 بعد كده when the slider is moved to the end of the restate يعني بقت الR V كلها سير اسمعايا الcurrent بقى 0.1 يبقى الcurrent التاني بقى 0.1 بس لما بقى عندي R و R variable عايز يعرف الR الاول اللي وحدها بكام فانا عندي حالتين لو عايز الR هستخدم ohms lower closed circuit من غير الvarious resistance يبقى الI equal A VB على R plus R يعني الI 0.6 equal 6 على R plus 1 نعمل shift solve هتطلع معايا الR بكام ب9 ohm طيب لو عايز بقى اجيب الvarious نرجع تاني نستخدم الرول نفسها الI equal VB على R plus R variable plus R للone الV بقيت هنا بقيت 0.1 equal نفس الV اللي 6 بس على 9 plus 1 داخل الR A variable فتطلع الR variable بكام 50 ohm عندي 2 resistor واحدة ب6 واحدة ب4 connected together in parallel between the terminals of an electric source الVB بتاعي بكام 6 volt يعني R1 وR2 ومعايا الVB وانترن resistance R small ب0.1 الانتنستي of the current in the circuit بكام طيب هو قال ان هما connected together ايه parallel يعني كأن عندي resistance parallel resistance تانية 6 وكام وفور متوصلين بباتاري الVB بتاعي ب6 volt والR ب0.1 فلما عوز الاي هاخد امز الوفر closed circuit بس الR الparallel فتبقى 6 على 0.1 بلاس نعمل بقى هنا ايه 6 باي 4 على 6 بلاس 4 فتبقى 2 2.4 يبقى كأنها 6 على 2.5 تطلع الريزولت بكام 2.5 امبير طبعا عايز الكونسومد electric power in electric circuit outside inside عايز الكونسومد power الpower equal ايه i square فى r الكران تجيبنا بكام 2.4 square فى الر تو تجيب الR اللي هي برضو 2.4 فيبقى الR اللي بره 13.824 غير انه في power consumed جوا circuit نفس الI square بس فى internal resistance فتطلع 0.5 76 لو انا عايز اجيب بقى التوتال هعمله plus هجيب الpower outside وال inside تطلع معايا بكام 14.14 وات طب ال consume دور فى R1 بس ال current اللي هيطلع R1 ده هو 6 طب الI total 2.4 وانا عايز اجيب الI اللي هيوصل فى 6 فقط ساعتها هقول ان الI اللي فى 6 equal الR اللي قدامي اللي هي pour على مجموعة ال2 في 2.4 يطلع ال current بتاعي 0.96 تعال بقى نجيب consumed equal I square فى R1 فقط يبقى 0.96 square times R1 اللي بكام 6 هتطلع معايا 5.53 in the circuit shown the total resistance of this circuit اقوى انا عندي battery current هيطلع من هنا ويمشي كده هيخش في ال 1 وعين يتقسم في ال 2 و ال 1 parallel يبقى 2 by 1 على 2 plus 1 يعني تبقى 2 over 3 ويتعم ال series مع 3 وال 1 يبقى اذا ال R كلها على بعض 1 plus 3 plus 2 over 3 1 فتطلع 4 2 over 3 طب عايزين reading of a meter ايه المشكلة ال I equal V over R ال V بكام ال V 7 وال R 4 2 over 3 بعد 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 كده عايز ال potential difference ما بين X و Y ما بين X و Y الجزء ده هاخد L V بتاعة X Y فال V X Y هتبقى ال I في R ال I اللي هي 7 على 4 2 over 3 times R اللي هي كام 2 over 3 هت cancel ده على ده بعد كده عايز the quantity of electricity which pass at 1 second through the resistor 3 طبعا ال Q equal I times time ال I اللي جبناها 4 7 على 4 2 over 3 times A L1 in the elect circuit shown in the figure the value of resistance R that makes the reading of a meter 5 ampere when the key is closed لما قفل ده الكرانت اللي هيطلع من هنا لما يمشي لما يبقى ده closed الكرانت هيمشي في الاتنين دول ودي كمان parallel قبل ما نعمل ده لازم نشوف الأول في الكيس كان ال-K opened كان ال-I بكام كان ال-I equal V على R ال-V 12 والأرات كانوا 6 فقط فال-I كان 3 ampere طيب يبقى إذن كان بيمشي هنا كام 3 ampere طب لما زادوا بقى 5 يبقى معنا كده هيفضل يمشي هنا 3 عشان ال-V constant وباقت ال-5 هيمشي هنا 2 ampere يبقى أنا جبت يا شباب الأول ال-K current اللي هيمشي في ال-Branch ده وده كده كده ثابت مش هيتغير عشان هو متوصل بالبطارية وال-R بZero فال-V سابت دلوقتي بقى بعد معرفت ان ال-I total ب5 معنا كده ان ال-3 كده كده دخل في نفس ال-Branch بقيت ال-K current 2 دخل في ال-Branch الطاني طب في ال-R يبقى ال-R اكوال كام 6 اوم عايز ال-Potential difference ما بين ال-B وال-C ده معنا ان لازم اجيب الكرانت اللي هنا يبقى مبدئيا هجيب ال-I total فالكرانت لما يطلع هيمشي في ال-7 و-3 سيرس فليبقى 10 10 بارالل ل-10 اصبح جبز اداب 5 اوم وبردو 10 و-5 سيرس ب-15 15 و-15 بارالل ب-7 بوينت 5 فبقت ال-Resistance ال-Equivalent 5 بلس 7 بوينت 5 فتبقى 12 بوينت 5 اوم ومعايا ال-VB ب-27 اجيب ال-I ال-I for closed circuit VB على R بلس R يبقى 27 على 12 5 بلاس 1 فتبقى 27 على 13 5 تطلع 2 amperes بال-Current اللي طالع من هنا بكام 2 amperes هيتقسم بالتساوي هنا يمشي 1 amper وهنا 1 amper عشان اللي 2 بتن واما يجي هنا برضو هيتقسم بالتساوي عشان هما برضو نفس ال-Resistance D-15 و-D-15 يبقى يمشي هنا 1 amper ويمشي هنا 1 amper انا بقى عايز الفولتج ما بين B و C فتبقى I فى R قلنا ال-I بكامل اللي هتمشي هنا ب-1 وال-R اللي بتسأل عليها 15 يبقى 1 by 15 تبقى 15 فولت in the given diagram find the ratio between the reading of voltmeter V1 و V2 انا عايز الرشو ما بين V1 و V2 الكرانت اللي هطلع من هنا هنعتبره ب2 I ليه لان الكرانت هيتقسم هنا وهنا وهيتقسم بالتساوي عشان هما تهيم resistance يبقى هنا I وهنا I ثم يتجمعه تاني يبقى 2 I ويمشي هنا في الresistance دي فvoltmeter 1 بيقرى I في R يعني V1 هيقرى 2 I في R طب voltmeter 2 هيقرى ده او ده لان الاثنين برل يعني هيقرى I في R اما cancel يتبقى 2 over 1 number 42 which of the following graphs represent the relation between V1 و V2 اولا الكرانت لما يطلع من هنا هيمشي series في الاثنين دول فاذا الكرانت اللي هيمشي في الاثنين constant عشان هما series طيب يبقى ساعتها لو هجيب voltage الvoltmeter equal A I في R هنا وهنا بس R2 double R1 عشان دي ب6 ودي ب3 يبقى برضو V2 لازم يبقى double V1 اذا لما اجا دور على رسمة عايز V2 يبقى رقمه C ليه هنا ادي 1 2 3 4 يبقى voltage 4 هنا 1 2 يبقى 2 يبقى فعلا V2 double V1 قبل ما نشيل batteries لو اعتبرنا ان كل واحدة من باتريس دي في فالcurrent اللي طالع من هنا مثلا 2 I طب الفولتميتر هيقيس ايه الفولتميتر ده بيقيس V out نفس اللي هيقيس الفولتميتر ده هيقيس كأنه هيقيس الفولتج 2 I ف R ده لما كانوا 2 batteries موجودين هشيل battery من دول وحط مكانها resistance R فالcurrent اللي طالع بقى I واحدة فقط اصبح V2 اللي هيقيس الفولتميتر اصبح V2 equal I ف R فقط يبقى الفي جديد حصله ايه الاولاني كان 2 IR هنا بقى 1 I ف R فحصل ايه decreed 44 سؤال مثير للجدل شوية عشان فيه فكرة محتاج انت تلقطها The opposite figure shows 4 resistors which are connected in the form of square ABCD اللي square لو لاحظنا مش كل السايت في equal resistance 40 ما بين A و D و A و B 10 وهكذا 20 و 30 So the two points which have to be connected to the battery whose internal resistance 1 to let the current of 0.25 ohm pass in all the resistance هنا المعلومة مش واضحة بس هو ببساطة ازاي يعني باختصار ال current عشان يبقى 0.25 all فانت عايز توصل البارد تري في مكان يخلي the two branches او two sides فيهم same resistance يعني يا مستر مش فاهم يعني لو بصيت على دي 10 وال40 ب50 وال30 وال20 برضو ب50 يبقى انا عشان اخلي الباتاري تديني الresistance similar في النحيتين هحط الباتاري هنا كده ما بين ال B وال D في الحالة دي هيبقى الresistance في النحيتين similar طيب الباتاري تبقى بكام عشان نعمل ده تعالوا نشوف انت قلت ال current هيبقى بكام 0.25 وال I بكام وال R ال internal بعم طيب ال R بقى اكويفلنت انا عندي 25 لان نبارق 50 و 50 parallel لبعض 50 over 2 فتبقى 25 اوم يبقى انا لو عايز اجيب ال V B ايبقى اكوال I ف R plus R ال I اللي ب 0.25 ال R اكويفلنت 25 plus 1 فتبقى 26 اجيب ال Voltage لللي فوق ال V اكوال I في R 2 by 4 كام 8 Volt يبقى ال Voltage تحت برضو ب8 طبعا لو R ب8 يبقى I ب1 عشان يبقى ال Voltage برضو 8 يبقى ال Current اللي هتجمع هنا هو ال I Total اللي هو يبقى 2 plus 1 3 ampere كده بقى اقدر اجيب ال Voltage equal I ف R فتبقى 3 by 3 تبقى 9 volt 46 برضو عايز ال Ameter Reading طيب معايا برضو R ومعايا V هجيب I فتبقى 20 over 5 تبقى 4 ampere يبقى Current اللي جاي من هنا بcam 4 طيب انا عايز اللي هيمشي في 10 يبقى ال I اللي هتمشي في 10 equal ال R اللي قدامها Sur على مجموع ال 2 في I Total اللي هي 4 تطلع طبعا cam 3 ampere اند جاي من circuit ده Voltameter Reading 4.8 Volt ادي Voltage هنا معايا طيب عايز ال Ameter Reading الاول هجيب Current I Equal B على R يطلع Current 1.2 Amperes Current بقى ده لما يجي هنا هيتقسم 6 وال 12 انا عايز اللي في 6 يبقى ال I اللي هتمشي في 6 Equal ال R اللي قدامها 12 على مجموع ال 2 ال I Total تطلع بكم تطلع 0.8 Amperes In the electric circuit برضو عايز Current انتنس اللي في R طيب ال Current انت هنا كله كله ب 0.6 فوق 0.2 و 0.1 يبقى اكيد هنا 0.3 عشان تكمل 0.6 كلهم طيب احنا عايزين ال R طيب سهل اوي اي فرع من دول ده 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 معناها ايه 0.2 باي 6 ده هو الفولتج هيبقى 0.3 باي R عواد دي بت يبقى 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 equal 0.2 باي 6 على 0.3 فتطلع كام 4 اوم احنا عايزين the reading of a meter الامeter بكام ال Current هيطلع من ال 15 ويخش في الفور ويرجع يتجمع في 3 دول 3 دول parallel فنجيب الاول R equivalent اللي هي تبقى 4 plus 1 لان 3 و 3 و 3 parallel 3 على 3 يبقى 1 اوم طيب ال i بقى هتبقى total VB على R plus R فالVB ب 15 والR ب 5 اللي هو total يبقى ال Current ب 3 يبقى ال Current اللي جاي هنا لو ب 3 هيتقسم في 3 بالتساوي يبقى اكيد كل واحدة هتاخد 1 in the electric circuit shown in the figure if the internal resistance of battery is 2 اوم دي ال r small ب 2 اوم and the reading of the voltmeter when the switch k is opened يعني opened يعني current ب 0 فالvoltmeter reading هيقرى ال VB عشان ال I ب 0 12 و لما عملته closed هيقرى ال V out او ال V terminal او ال V external ب 10 volt خلي بالكوا ان ال V terminal ده هو نفسه ال voltage اللي هيقرى ال voltmeter اللي على two terminals do يبقى ال current intensity passes in the circuit when the switch k is closed عايز ال current طيب هجيبها ازاي من قانون ال V V ال V equal V B minus I في R ال V out بت 10 وال V كلها بت 12 minus R في ال I اللي هي ال I ال R 2 يبقى 2 I equal هوادي دي هنا ودي هنا فتبقى 2 يبقى ال I equal 1 amperes تعالوا نجيب ال R equivalent اللي اتنين دول ب 2 R اللي اتنين دول 2 R 2 R و 2 R parallel يبقى R واحد R و R parallel لبعض يبقى half R يبقى ال R equivalent هنا ب half R طيب ال V out اللي equal 10 مفروض equal I في R total يعني 10 equal I 1 half R يبقى ال R equal كام هنا في السؤال ده بيقول ان A1 ب 2 amperes و A2 3 amperes طيب اولا هجيب الفولتج للbranch ده المفروض ان V2 equals V1 عشان هما الاثنين parallel لنفس الباتري يبقى لو V2 equal V1 V2 I for R 3 by 4.5 V1 2 for R وان لو عايز اودي اجيب ال R اودي deep divided يبقى R equal 3 by 4.5 over 2 وتطلع 6.75 in the opposite electric circuit if the consumed power is 4 ohm كان ب 16 وات الpower consumed هنا ب 16 وات عايز value of internal resistance طيب مبدئيا انا ممكن اجيب L V الفولتج هنا هيبقى عكس بعض في المفروض ان ال net voltage هنا هيبقى 22 minus 10 يعني 12 volt الباور الpower equal i square في r طيب يبقى ال i equal root ال power على r يعني root 16 over 4 تطلع two amperes يبقى الكرن انت لا يطلع من هنا بكام two amperes المفروض ان ال v b ان ال i equal v b1 minus v b2 على r plus r و r اللي هم دول طيب ال i انا جبتها ب 2 equal ال v الاولى ب 22 minus 10 على r 4 plus 2 r انا عايز ال r بكام و نعمل shift sol هتطلع ال r معايا ب 1 ohm in the opposite figure what the reading in ammeter in the following cases note ان internal resistance of the neglected مرة انا عايز ال ammeter ال i لما اعمل closing لل switch 1 و 2 الكرن اللي هيطلع من هنا لو switch 1 مقفول و switch 2 مقفول الكرن مش همشي اللي في 2 بس in short circuit فيبقى resistance ب 3 وال voltage ب 2 فال i v على r يعني 2 over 3 فتبقى 0.67 طب المرة التانية هعمل close switch 1 فقط يبقى دا لو open انا همشي مضطرا هنا ساعتها يبقى r equivalent 8 يبقى i equal v over r v 2 والr 8 فتبقى 0.25 ampere in the electric circuit shown in the figure the ratio between the reading of a meter a1 و a2 و the reading هو عايز a1 و a2 كامل كامل طيب مبدئيا a1 دي ال i total و a2 هي ال i branch لو تخانى ان الكرانت اللي طلع من هنا بسري ام i ان الكرانت اللي طلع بسري i اما يدخل هنا هيتقسم inverse هنا 2i وهنا i واحدة فقط هيتبقى اميتر 1 على اميتر 2 اميتر 1 التوتل اللي هو 3i اميتر 2 هيقرى 1i فقط فيبقى ال ratio 3 2 in the circuit diagram find the value of resistance r1 and the reading of the voltmeter v عايز r1 بكامل و عايز voltmeter v هو هنا قال ان الكرانت بسري amperes و رزيستنس بسري يبقى v هنا 9 volt بالتالي لو الكرانت هنا ب 1 و ال v هي 9 يبقى r equal 9 عشان يبقى 9 by 1 يبقى voltage باردو 9 volt اذا r1 هتبقى كام r1 هتبقى 9 طيب 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 عايز voltmeter مفروض ان الكرانت هنا ب1 وهنا ب3 فاللي يمشي هنا كام 4 يبقى voltmeter هيقرأ كام مفروض voltmeter 6 على 3 يعني 2 ohm يبقى دول كلهم ب2 ohm لو voltage احنا عارفين انه i فال voltage ب4 وال i مش عارف بس r ب2 يبقى i equal 2 amperes يبقى الكرانت ب2 يبقى voltage من x لz تعالوا نجيب من y لz v equal i ف r i ب2 وال r ب10 يبقى voltage ب20 يبقى هنا ب20 وهنا ب4 يبقى من x z 24 ده figure شون represent a part of electric circuit potential difference between c و b 3 volt حال نفوض ان الارات هنا الاكويفلنت بقار على 3 وال voltage ب3 volt يبقى potential difference عن d a و b كام هنجيب الاول l i i equal v over r فيبقى 3 على r over 3 فتطلع فوق تبقى 9 over r ده volt ده current intensity تعال نبقى نجيب الvoltage لكل واحد الvoltage ما من lb هيبقى i for r l i ب9 over r times r تروح معاها يبقى الvoltage هنا ب9 volt تعال هنا lv equal i for r l i became 9 over r times المفروض ان resistance r over 2 اما نكنسل يبقى 9 over 2 يعني 4.5 يبقى الvoltage هنا 4.5 وانت ايلي ان اخر جزء بسري عموما الvoltage ما بنقى بيها يبقى ما ينبوض